عندنا أخبار سريعة زينا نقولها مع حضراتكم أن تحديد موعد كاس السوبر الأبطال طبعا الساعة اللي فاتت المهندس صاروة سويلم عضو رابطة الأندية المصرية كشف عن الموعد الأقرب لانطلاق كاس السوبر الأبطال في نسخاتها الأولى طبعا حضراتكم عارفين دي نسخة لسه جديدة البطولة هتكون بدل بطولة السوبر المصري السوبر المصري خلاص انتهى في بطولة جديدة دلوقتي هتضم أربع فرق سويلم قال ان البطولة ستقام في الإمارات وزي ما حضراتكم عارفين ستجمع بين بطل الدوري ووصيف الدوري بجانب طبعا بطل كاس مصر وبطل كاس الرابطة سويلم أوضح ان البطولة هتقام على الأرجح خلال شهر ديسمبر اللي جاي هتم إعلان كافة التفاصيل من جانب الشركة الرعي ان شاء الله للمسابقة ويتكون بداية قوية لبطولة قوية ان شاء الله كمان ان الدوري المصري سينطلق في الموسم الجديد خلال الفترة ما بين 15 ل 20 سبتمبر ده اللي قاله سرود سويلم طبعا عضو رابطة الأندية المصرية وانه هيتم إجراء قرعة الدوري ان شاء الله ما بين الفترة من 15 ل 20 أغسطس الجاري أشار كمان ان الموسم الجديد هيشوف أو سيشهد تطور كبير في التصوير التلفزيوني لمباريات الدوري المصري ووضح ان الرابطة لا تبخل الحقيقة بجهد من أجل تطوير البطولة المحلية بشكل كبير جدا الحقيقة كل التوفيق لربطة الأندية كل التوفيق لاتحاد الكورة هو ده اللي عايزين نشوفه تطور احنا ما بنقولش عايزين نبقى ما بين يوم وليلا عايزين نبقى زي البريمير ليج أو الدوري الألماني أو الدوري الأسباني لا لكن فيه خطوات ان شاء الله تتاخد فيه تحسين كل سنة كده نحسن شكل النهاردة سرود سويلم بيتكلم على البس التلفزيوني ان شاء الله هيكون فيه تحسن بشكل كبير على مستوى البس التلفزيوني على مستوى التنظيم ان شاء الله يكون موسم يعني موسم موفق بإذن الله الموسم القادم